إذن نحن والعراق المجندر البداية من عمار الحكيم بتاريخ 11.09.2021 11.09.2021 عمار الحكيم في المؤتمر الثالث عشر لمناهضة العنف ضد المرأة نشاهد ونستنع وفي هذا السياق نؤكد على الأمور التالية أولا نشر ثقافة الجندر بما تتضمنه من تفاصيل كمعالجة الظروف البيئية والموروث الاجتماعي والتفاسير الخاطئة للنصوص الدينية كتاباً وسنة ومساعدة الجهات المعنية في القيام بدورها المنشود لحماية المرأة من العنف الذي تتعرض له فلا تنمية شاملة ومستدامة للبلاد دون رعاية المرأة والحد من العنف الذي تتعرض له وهي التي تمثل أكثر من نصف المجتمع ثانيا اقرار استيراتيجية وطنية شاملة للنهوض بواقع المرأة وتعريف المرأة بحقوقها والقوانين الراعية لها وتعريف المجتمع بهذه الحقوق والقوانين عبر المناهج الدراسية ووسائل الإعلام ثالثاً التزام العراق بالمعاهدات الدولية التي انضم إليها بما يخص المرأة وحقوقها تعالوا كي تتابع هذه الوثيقة طالب الرفاعي يحدثنا عن خروف الشيعة من هو خروف الشيعة؟ إنه المرجع الأعلى محسن الحكيم هو يسمي هكذا هو يسميه بأنه خروف الشيعة اعرضوا لنا هذه الوثيقة يا سيدي أنا كلفني رئيس عميد كلية الشريعة في الأزهر محمد محمد المدني ومدير مجلة رسالة دار التقريب هذه المجلة مديرها محمد محمد المدني نعم التحرير محمد محمد المدني وهو عضو بارز من أعضاء جماعة التقريب بين المذاهب قال لي احنا محتاجين عالم شيعية احنا كدار تقريب الشيخ القمي ما موجود عندنا دائما والمسائل الشيعية احنا ما عدنا إلمان بها هو نفسه اللي طلبت منه اللي طلبت منه سماحتكم انه تكتب رسالة فقال لك انت اي هو هو نفسه قال انت الرسالة المفتوحة رحمة الله يعني انسان عظيم هذا الرجل فانا قبل ما اروح اودع السيد ومن ارجع اصل خدمته اقول له انا رايح للمصور وكذا وكذا ومن ارجع اقول له ما شاهديت شفيت كذا كان منفتح عليه السيد الحكيم رحمة الله يعني وكان يعتمد عليك اعتماد يعني على اولاده ما كان يعتمد مثل ما يعتمد عليه اقول له هذا حديث شخصي هذا فانا اعرف اوقاته اللي يتفرق فيها وخف عندنا الجسم فرحت له في وقت بس هو واحدة قاعد قاعدت يما وصعد في مكان مو من مكان الرسمي مكان فوق اعلى يعني الدور الثالث الاول هو يقعد الثاني بالثالث قاعد بغرفة صغيرة فانا ما يهجبوني عنك وانا السيد قاله فوق احد عنده قاله لا ورعت عليه كنت اتحدث وياه في موضوع مصر وكذا بصد فيه اجا سيد ابراهيم اليزدي ابو سيد خليل وزوج بنته نعم اخي سيد مهدي شقيقة سيد مهدي هي البنت الوحيدة شقيقة سيد مهدي وعند ابنات اربعة من زوجته الاولى فقعد سيد ابراهيم هو والجدار سواء ما يحجي لكن اذان الفاتح اذان الان بعد ما قادر يتحمل اتشي المصريين واتشي كذا ومحمد المدني انفجر علي قاله سيدنا انت صالك ساعة تكلم السيد عن مصر وعرحتك المصر وزيارتك المصر جنابك خليتم يسيبون عمار هذا اقدر نشرة اقدر نشرة ها 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 خليتم يسيبون عمار التفتلت للسيد قلت لسيدنا هل عندك في برنامجك هذه المادة اللي طرحها السيد الطباطباي يعني هل انا مكلفة اوجه المصريين لسبع عمار شوان التقية اللي يقول عنها الامام ماذ ديني التقية ديني ودين آباي فهذا السيد يدني اخرج على جعفر بن محمد السيد صار كالجدار لا يجاوبوا لك لما شاف حيش تقوية جر سيد محسن طيني ايدك قم قم سيدنا قم هيولا بجر ونزل ونزل للبراني وانا ظلت قاعد وحدي السيد محسن ما علق ها والسيد محسن ما علق بس عيانات تبص علي يعني ما صاير هذا الموقف قد فانا قعتبت قد هذا المرجع ولا هذا خروف هاذا مرجع الشيعة ولا خروف الشيعة هاذا جره سيد إبراهيم مثل الخروف قداما اقدر اكتب هذا. حتى لو كنت املك مليون جرأة. متوهين السيد محسن متوهين بالمرجعية. نعم. متوهين بالشيعة يعني هاي الشيعة. هذا بعد يقولون يعني الشيعة دينهم سبع عمر. ما اقدر اكتبه. نكمل الحديث. نكمل الحديث. اعرض لنا صورة ابراهيم اليزدي الذي هو صهر محسن الحكيم زوج ابنته. رجاء ان اعرض لنا صورته مع والدي زوجته. الصورة تشتمل على محسن الحكيم. وصهره ابراهيم اليزدي. هذه صورة محسن الحكيم مع صهره ابراهيم اليزدي. هذا هو الذي يخاطبه الوائلي. يا برهم يا برهم هو هذا. هذا برهم يا برهم يا برهم. رجاء ان اتركوا الصورة على الشاشة. هكذا يخاطبه الوائلي في قصيدته شباش العباس. يا برهم يا برهم لف ما طول. شف الحيش تسدي. هذا الحيش قاعد يمه. ويشير الى محسن الحكيم. يا برهم يا برهم يا برهم يا برهم لف ما طول. شف الحيش تسدي. من قبلك بنسوقيا جدك كاظم اليزدي. صاحب العروة. الحرام الكبير. من قبلك بنسوقيا جدك كاظم اليزدي. شنه الاخرة والدين. شنه الاخرة والدين. كل هذا عقل هندي. اللي يلقى له مطي. يركب. اللي يلقى له مطي. يا بعد روح يا سيد ابراهيم. اللي يلقى له مطي يركب. ليش التعب والممشي. هذا هو برهم الحرامي. بحسب الوائلي. والذي بجانبه خروف الشيعة. بحسب طالب الرفاعي. هؤلاء هم مراجعكم. وعلمائكم. وخطبائكم. ومؤسس أحزابكم. هم يتكلمون بأنفسهم. هذا الكلام ليس من عندي. أنا نقل للكلام فقط. فهذا برهم الحرامي. ابن كاظم اليزدي الحرامي. بحسب الوائلي. وبجانبه الحايش. بحسب الوائلي. لف ما طول. شف الحايش تسدي. الذي هو خروف الشيعة. بحسب طالب الرفاعي. هذا طالب الرفاعي. رفاعيكم. مؤسس حزب الدعوة. ووكيل محسن الحكيم. وكيلكم. وكيل المرجعية. وهذا الوائلي. الناطق الرسمي. وهذا محسن الحكيم مرجعكم. وهذا ابراهيم اليزدي صفره. وحفيد مرجعكم أيضا. هذا هو واقع الشيعة. موسيقى موسيقى موسيقى